اشتركوا في القناة اهم حاجة اعتقد ان هو قالها النهارة انا بقول لكم لسان طيب ولا اي حاجة اللي فاتت نظرات ان شاء الله فرصة سعيدة ان شاء الله ما تتكررش خالص بعد الاستفتاء يعني كن سنة سعيدة نبدأها بعد الاستفتاء من غير حكومة حضراته يعني اعتقد ان دا الافضل هيبقى افضل كتير لمصر يعني انا واحد تراجع بقول وقت للعمل وليس وقت للمطالبات انا مش قادر افهم يعني انا متأكد ان هو لو طبق المثل ده على نفسه وقت للعمل يعني هيبقى افضل كمان يعني انت هتقول للشعب يشتغل وانت بتشتغلش هو مش شايف انك بتشتغل هو مش شايف ان انت قدمت له حاجة فعلا حقيقية مش شايف ان انت حتى فيما يسمى مكافحة الارهاب اللي انت شغال عليها اعتقد ان انت سبت كل حاجة يعني كل مسؤول في الحكومة يطلق لك مواجهة الارهاب لا تكون بالطريقة الامنية فقط ماشي انا شايف الدخلية بتشوف شغلها بالطريقة الامنية الدخلية مفروض تواجه بالطريقة الامنية طيب هو بقى فين في حكومته اللي بيواجه بالطريقة السياسية فين اللي بيواجه بالطريقة الاقتصادية فين اللي بيواجه بالطريقة الاجتماعية فين بيواجه بالطريقة التسقفية فين بيواجه بالطريقة التعليمية فين يعني الحكومة غايبة هو بس شاطر انه كل حاجة تترمي على كتف وزارتي الدخلية وبعد ان نطلع نقولي الحل الامن سيفشل طب ما انت مقدمتش حلول تانية بمسؤولية حضرتك يا دكتور حازي يعني عما يطلع يتكلم لازم يبقى أكثر إنه بيدرب مثال أكثر للمصريين إن أنا قدمتها وإن أنا أنجزت فأنا شايف إنه أهم حاجة قالها النهاردة كل سنة وإنت طيبين وإحنا أقول لك كل سنة طيب طيب اللي هو محمد إبراهيم اللي هو محمد إبراهيم هو الراجل يتكلم عن المجهود اللي بتبذل وزارة الداخلية أو عن الضر اللي بي اللي بتأدي وزارة الداخلية بس أنا بقولك إنه الحل متكامل الحل متكامل بمعنى إنه الإرهاب آه بيواجه بالشرطة ده معروف الإرهاب بيواجه بالبوليس وبيواجه بالشرطة بس كمان إنتوا بتقولوا إنه في حيول جنبها طب وزارة الداخلية بتشوف شغلها وهي بتواجه بالطريقة الأمنية طب فين بقيت الوزارات وأنت هتفضل برضو رامل حملة على وزارة الداخلية زي نفس الطريقة الأديمة اللي كان يحصل أتصام في مصنع فيستاد وزارة الداخلية تفضل أتصام فتحزن الأزمة ما بين العمال والداخلية مش صاحب العلم العمل فين القوانين اللي أنتجتها لنا مثلا حكومة البيبلاوية عشان تقدر تساعد المواطنين على إنهم يشتغلوا يعني أنت في الآخر لما بيقولني إنه في دول كتير قريبة مننا عايزة تساعدنا الحقيقة دكتور حازم إنه أنا بقعد مع ناس من سفراء الدول اللي هي عايزة تساعدنا ومشكلة في الاستثمار مثلا عندنا القوانين اللي حضرك مش هتعدلها اللي حضرك اهتمت مثلا أنك تعمل قانون التظاهر ماشي ولكن ما اهتمتش مثلا أنك تعدل في قانون الاستثمار إنه تشوف إيه هي المشاكل اللي المستثمرين بيعانوا منها المصريين وغير المصريين مثلا إنه أنت تقدم قانون يحل مشكلة ما بين العمال وما بين أصحاب العمل فين؟ عمل ده كله فين يعني ما عملش أي حاجة يعني وفي الآخر الحكومة نفسها مش بتضرب مثل حقيقي للشعب المصري إنه إحنا بنتحرك وبالتالي عشان نختصر كثيرا في الموضوع أنا بقول للشعب المصري العظيم اللي أنا عارف إنه طائب جدا وقوله كتير جدا يعني يا ريت لا تخلطوا ما بين أداء الحكومة وما بين الإقبال على الاستفتاء لأنه لو تم ربط الأمرين أعتقد إنه إحنا هنروح كلنا في ستين ده إنه استكمال خارطة الطريق يبدأ من هذا الاستفتاء اللي الشعب المصري حدده في تلاتين ستة وفي تلاتة سبعة في بيان التاريخ للقوات المسلحة أعتقد إنه من المهم جدا إنه الشعب المصري يبقى نازل قدام سنديق الاستفتاء عارف إنه ده اليوم اليومين دول هيبقوا اليوم المتمم لصورة تلاتين ستة اللي هو بدأها وإنه لازم يكمل في هذا الطريق وإنه حكومة الدكتور حازم الببلاوي أعتقد إنه بعد هذا الاستفتاء يعني تكون شكرا وعار سعيها وقدت كثيرا المواطن قري الدستور وأعتقد إنه قاري وفاهم وعارف كواس جدا لدرجة هو اللي عرفنا إزاي نفرق ما بين هذا يعني المواطن المصري هو اللي وصل له النسخة المزورة اللي عملتها جماعة الإخوان المسلمين فبدأ يتكلم عنها فبدأ الإعلام يحط سبوت عليها مش الإعلام هو اللي اكتشف النسخة المزورة فيه مواطنين مصريين شافوها دليل المواطنين متابعين وشايفين وأنا أعتقد إنه هم هينزلوا عشان خطر يقولوا نعم للدستور ده نعم لرفع موازنة الصحة نعم لرفع موازنة التعليم نعم لرفع موازنة البحث العلمي نعم لمزيد من الحقوق والحريات اللي أعتقد نصت عليها المواد الخاصة بالحريات الأعمة في الدستور بشكل لا مثيل أو بشكل غير مسبوك نعم لإنه بناء الكنائس مرة تانية المهدمة بعد في الأحكام الانتقالية بعد الاستفتاء على الدستور نعم لإننا ننهي هذه المرحلة الانتقالية بالكامل يعني أعتقد إنه جي الوقت اللي احنا نبني من الواضح إن الناس فهمت غلط اللي المرحلة الانتقالية لا المرحلة الانتقالية اللي بتامن للأساس اللي هنبدأ به بقى نبني مؤسساتنا التشريعية نبني مؤسساتنا التنفيذية المنتخبة يمكن يمكن الشعب المصري ده أعتقد وإحنا مع بداية سنة جديدة منهم كل سنة طيبين إنه هو متمسك دايما بالأمل يعني زي ما كان عمنا محمود داروش بيقول وبي أمل يأتي ويذهب لكن لن نودعه إحنا ما ودعناش الأمل عملنا صورة عشان خطر الأمل ده يبدأ الموجود وأعتقد مع بداية السنة من المهم جدا إن إحنا نبدأ نشوف ناس بجد بتبعث الأمل ده في نفوس المصريين بتطلع التقاطل لجواهم بتخليش عبا مصر كله يشتغل عشان نبدأ سنة جديدة بجد مصر اللي إحنا بنعلم بيها مصر الحرية مصر العدالة الاجتماعية مصر القرامة الإنسانية وأعتقد إنه كفاية بقى كفاية بقى إيه اللي مطلوب في الفترة دي يعني غير لم الشمل غير إنه الناس كلها تتحد في الفترة الحرجة الدقيقة اللي بيمر بيها الوطن شايف مع أبواب عام جديد بتتفتح وإحنا يعني فيه ظرف دقيق إيه اللي المفترض إنه يتم أهو المفترض أنا وجد نظر إن إحنا ننهي سريعا هذه الخارطة وأعتقد إن الدستور نص على إنه خلال ست شهور ستنتهي هذه الأمور فالحل كالتالي النجري بعد الاستفتاء نجري الانتخابات الرئاسية يجي رئيس بقى حاسس بقى ألام المصريين دول وعارف مشاكلهم إيه وعارفهم عايزين إيه نبدأ انتخاباتنا البرلمانية نعمل مؤسسة تشريعية محترمة تبدأ تنتج القوانين كنت بقول حضرك عليها تبدأ تشوف إيه أزمتنا في الاستثمار إيه اللي محتاج لتعديل في قانون الاستثمار عشان خاطر نبدأ نكمل إيه اللي محتاجه قانون العمل عشان خاطر نبدأ ندي للعمال والفلاحين حقوقه إيه اللي محتاجينه الفلاحين عشان نبدأ نعملهم تشريعات تصبوا في مصرهات إيه اللي محتاجه الشعب المصري بالكامل عشان يبدأ نبني بلدنا بجد نبنيها بالطريقة الديمقراطية اللي احنا عايزينها والمصريين يحسوا إنه على الآل التعب اللي تعبوه خلال السنين اللي فاتت دي ما رحش هضر 25 يناير و 30 يونيو شعب المصري ضرب مصر والضحايا والدم اللي قريب وضرب مصر عظيم جدا إنه بجد وقت ما بلده بتحتاجه يعني شعبنا لسه محتاجه صرف صحي بمليارات لسه محتاج حياة بدائية جدا يعني بنتكلم عليها ومع ذلك لما لقى بلده في خطر ما سابهاش نزل في 36 يتكلم عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية مطالبه ونزل عشان يسقط سلطة ونظام فسد وأفسد الحياة في مصر أو شافوا استكمال لنظام فسد قبل كده وبالتالي من حقنا بقى أنه يحس إنه في حاجة جديدة بقى الوضع بدأ يتغير إن فيه أمل جاي إن البلد هتنضف إن البلد هتتعدل لو هو بيمش بمجلس ووزر الساعة 2 تقريبا الوضع كده لا يستقيم خلص وبالتالي إن شاء الله أنا بس أنا متفائل يعني بعد الاستفتاء الشعب المصر هيغير كل حاجة زي ما غير كل حاجة أخيرا كنت بتقولي عن إنه مشكلة جماعة الإخوان ليست في الانقسام أو في كل المشاكل اللي طرحناها من أول ما بدأنا الحديث عن جماعة الإخوان وانتهاكتها وتجاوزتها في 2013 و13 ولكن المشكلة هي من أول خطوة ليهم في السلطة لا هو كده بس عشان إحنا مش هناخد مش هنستفيد في وقت كبير بقى في إن احنا نشرح الجزور بس خلينا أقول لي بقى إن كلنا كنا واهمين لما قلنا إن فيه انقسام في الشارع المصري قبل 36 والحقيقة إن كان فيه جماعة قليلة جدا مستبدة مستغلة سرقة السلطة شعب المصري ادهلة وهي لم تحسن استخدام هذه السلطة وبالتالي خرج أخدها منها اللي أنا شايفه بقى إن فيش حاجة اسمها انقسام الحقيقة يعني الحقيقة إن فيه شعب مصري بالكامل بالكامل غالبية عظمة منه نزلت في 36 نزلت في 37 نزلت في 26 يوليو وهتنزل تاني في الاستفتاء في 14 و15 في مواجهة جماعة قد كده صغيرة جدا قزمة حجمها قزمة بالنسبة هي اللي كانت بتسعى للانقسام ده للشعب المصري فهي بتحاول تبين هو الفكرة إنه أنا مش عايز حتى الإعلام يقع في هذا الخط إن فيه انقسام فين الانقسام فين الانقسام مين اللي مقسم في الشعب المصري قبل كده أنا فهم جدا كانوا بيعملوا دلوقتي وإنهم كانوا بيسعوا للتشديد وأنا بقولك كمان إنه قابليها في وقت إحنا محتاجين فيه هم فشلوا في احتواء الشعب المصري زي ما كنت بقولك بدأوا ب 51% مفترض إنه 51% ده أنت فيه انقسام واضح أنت تعمل على احتواء الناس لا هو حتى ما وصلناش لمرحلة إن فيه انقسام هو بدأت جماهيره نفسها لانتخابته كلها تروح الطرف التالي وفضل هو وجماعته فقط في مواجهة الشعب ده كله بالكامل وبالتالي ما بقاش فيه انقسام ومش هيبقى فيه انقسام يعني اللي جاي حتى مش انقسام بإذن الله اللي جاي شعب بيواجه جماعة إرهابية عايزة تحكمنا بقوة السلاح عايزة تحكمنا بالعافية تاريخيا بقى لا في مصر ولا في أي دولة في العالم عمر ما الإرهاب بيقدر ينتصر على إرادة شعب وإرادة دولة شعب المصر متوحد الإرهاب مش هيهزبه شعب المصر واقف بكل قوته وبالتالي مصر هتنتصر على معركة الإرهاب دي كل اللي هما بيعملوا ده هينتهي سريعا جدا دمنا نبدأ نبني بلدنا بحكومة قوية رئيس منتخب بإرادة الشعب المصري ودستور يعني كامل متكامل أعتقد أنه هيبدأ يؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة إن شاء الله شكرا أستاذ محمود بدر عضو لجنة الخلسين ومؤسس حركة تمرد مشاهدينا فاصل ونستوضح بعد الفاصل قراءة جديدة مختلفة في 2013 اشتركوا في القناة